صباح الخير ومساعة عليكم لسه متفرج على مؤتمر قبل الجديد اللي فعلا كان فيه حاجات حلوة جدا قبل اعلانات عن حاجات كتير زي هاند ان هاند اللي كانت بتساعد تاكساس وفلوريدا في امريكا عشان فيهم شوية مشاكل ومن اول المسرح بتاع قبل الجديد اللي اسمه ستيف جوبس اللي مشتغل بالطاقة الشمسية لقاية المحلات والاماكن الجديدة بتاعت ابل اللي طبعا موجودة في اماكن معينة غير الاعلان عن الابل ووتش بعد ما كانت ماركة روليكس رقم واحد في سوق الساعات قبل بتكتسح المركز الاول في سوق الساعات وبتشيل روليكس من على المركز الاول وبتوديها للمركز التاني وده غير الاعلان عن الابل تيفي الجديد اللي بيشتغل بتاكية 4K كل الحاجات دي جميلة وحلوة جدا لكن كلنا كنا مستنيين حاجة واحدة وهي موبايلات ابل الجديدة انا جورجي عماد والنهاردة هكلمكم عن الموبايلات الجديدة بتاعت ابل اللي اعلنوا عليها في المؤتمر فمن جرماد ايه وقت خلينا نبتدي ابل فاجئت ناس كتير باللي هي نزلت الايفون 8 والايفون 8 بلس وبصراحة انا من الناس اللي اتفاجئت جدا بالاسم الغريب للموبايل دوت كانت معظم الناس متوقعين هو هيكون اسمه ايفون 7 اس وايفون 7 اس بلس ده غير الموبايل التالت اللي نزلته اللي كان اسمه ايفون اكس او ايفون 10 زي ما هم نطقوه في المؤتمر خلينا اول حاجة نتكلم عن مواصفات الايفون 8 والايفون 8 بلس الايفون 8 والايفون 8 بلس بيجوا من الظهر من ازاز وابل ذكرت ان الظهر بتاع الايفون 8 والايفون 8 بلس بيجي من سبع طبقات ازاز غير كده ان السماعات بيت اعلى بنسبة 25% وكالعادة شاشة الايفون 8 هتبقى 4.7 من 10 انش وشاشة الايفون 8 بلس هتبقى 5.5 من 10 انش والموبايلين بيجوا بالمعالج الجديد بتاع ابل اللي عانيت عليه في المؤتمر اللي هو الايفون بايونيك البروستر دوت بيجي فيه ستة كور واسرع بنسبة 75% من البروستر اللي قبله الكاميرا بتيجي 12 ميكا بيكسل وبالنسبة للايفون 8 بلس فيه كاميرتين مش كاميرا واحدة زي ما شوفنا في الايفون 7 بلس فتحة عدسة الكاميرا الاولية هتبقى f.1.8 والكاميرا التانية هتبقى f.2.8 وقابل قاد في المؤتمر بتاعها ان الكاميرا دي هتبقى حلوة في اللو لايت او في المكان اللي مفهوش اضاءة كتير ده غير ان فيه اوبشنز جديدة للبروستر مود زي مثلا انك تخلي خلفية اللي وراك باللون الاسود او تفتح وتغمق في لون بشرتك وده طبعا بفضل الكاميرتين اللي في الايفون 8 بلس بالنسبة للفيديو فالكاميرا بتصور 4K بسرعة 60 فريم في الثانية الواحدة ولو انت عايش تصور slow motion فانت ممكن تصور على دكة full hd ب240 فريم في الثانية بالنسبة للكاميرتين فهم هيدعموا حاجة تكلمت عليها كتير قوي في فيديوهات التسريبات وفي فيديوهات منفصلة وهي الواقع المعزز وبكده من خلال الكاميرا بتقدر تعمل حاجات مختلفة وتبني ان هي حقيقية ده غير ان فيه شركات ألعاب كبيرة مشتركة مع قبل وعملة ألعاب ليه علاقة بالاوجمانتس ريالتي او الواقع المعزز حاجة جديدة برضه تقات في التسريبات وحصلت هي ان الموبايلين بيجوا بشاحن لاسلكي مش بيجوا بشاحن لاسلكي لكن بيدعموا الشاحن اللاسلكي ودي ميزة كان السنة نشوفها من زمان بالنسبة لمساحة التخزين فزي ما قبل عملت من كذا سنة والشالة ال 16 جيجا بايت السنة دي قابل شالة ال 32 جيجا بايت وبعدك اختيار انك تجيب 64 جيجا بايت او 256 جيجا بايت والايفون 8 بيجي بسعر 699 دولار والايفون 8 بلاس بيجي دداقا من سعر 799 دولار والاتنين هيجوا بالاي او اس الجديد اي او اس 11 اللي هيوصل للموبايلات يوم 19 سبتمبر اللي هو الساعتاشر اللي جاي طبعا بصراحة استغربت من السعر بتاع الايفون 8 و 8 بلاس لانه رخيص نسبيا بالنسبة للتليفونات اللي بتطلع دلوقتي التليفون مثلا شبه النوت 8 اغلى منه بمراحل لكن هو الخيص لان الدوق كله متسلط على الايفون الجديد الايفون اكس او زي ما بينطقوها الايفون 10 الموبايل دوت بيجي بازاز من الظهر ومعدن من الجناب وبيجي ضد الميا وضد التراب وبيجي بلولين بس هما الابيض والاسود بالنسبة للشاشة فدي الحاجة اللي بتميز الموبايل دوت فعلا الشاشة شكلها خرافي ولما تبص على الموبايل شكل الشاشة الواحده يبهرك الشاشة بتيجي 5.8 انش يعني اكبر من اللي موجودة في الايفون 8 بلس لكن حجم الموبايل نفسه اصغر من الايفون 8 بلس وده عشان البازلز او الحواف بتاعت الشاشة صغيرة جدا والشاشة ديت بتيجي بكسافة بيكسلات 458 بيكسل بر انش واخيرا اخيرا بتيجي بدقنية الاوليد والاتش دي ار اكيد في سؤال كلكم بتسألوه في دماغكم وانا كمان كنت بسأله في دماغي هو فين الزرار بتاع الهوم بما ان الشاشة اخده جسم الموبايل كله فابل شالت الزرار الهوم يعني مش هنكليك لا للاسف مش هتكليك لكن دي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت حاجة حلوة لانك قدامك شاشة كبيرة جدا مستمتعة بيها بطريقة خرافية وفي نفس الوقت قبل مع وضاك بالزرار دوت عن حركات تاني تقدر تعملها يعني تقدر تسحب الشاشة من تحت بكل سهولة عشان تفتح الموبايل بتاعك ولو عايز تفتح سيري بتدوس على الزرار اللي هو كان المفروض بتاع اللوك مرة واحدة وعشان تفتح الشاشة مش بتدوس على الزرار بتاع اللوك بتدوس على الشاشة مرة واحدة بالنسبة للكاميرا في الايفون دوت فالموبايل بيجي بكاميرتين 12 ميجا بيكسل اول واحدة فيهم بيتيجي بفتحة عدسة F.1.8 وتاني واحدة بتيجي بفتحة عدسة F.2.4 لكن الاختلاف من الكاميرا ديت والكاميرا اللي في الايفون 8 ان دي بتيجي بتسبيت صورة بصري او OIS وبتيجي بمويزات اكتر ليه علاقة بالaugmented reality بالنسبة للفرونت كاميرا او الكاميرا الامامية ففي الايفون دوت الكاميرا الامامية برضو بتدعم البورتري مود بخصائص جديدة اللي قلنا عليها اخر حاجة نتكلم عليها هي البطارية ابل ايتم البطارية بتاعت الايفون دوت بتاعت اكتر بساعتين من الايفون 7 والموبايل هيجي باربعة وستين جيجا بايت او متين ستة وخمسين جيجا بايت وهيجي بسعر 999 دولار يعتبر غيل شوية لكن بالنسبة لأسعار قبل فده يعتبر كايز تقدر تطلب الايفون 8 والايفون 8 بلس من يوم 15 سبتمبر وبالنسبة للايفون اكسا والايفون 10 تقدر تطلبه من يوم 27 اكتوبر بس كان نكون وصائنا الاخر للفيديو واسف يا جماعة لو طولت عليكم بتنساش تعمل سبسكرايب في القناة عشان تشوف كل فيديوهات الجاية لو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك بتنساش تكتب في الكومنتات اكتر حدا عجبتك في الايفون الجديد كنوا صنع اخي الفيديو واسوفكم في فيديو كاني ان شاء الله سبب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة